رب يحمي تونس وشعبه رئيس الجمهورية بالكلمة هذه شنو فهمت انتي مهدي حماوي من الكلام اللي قالوا في الخمسة دقائق نهارة السبت في اليد شكرا مرة واحد اخرى والله ان شاء الله هيكون سيد الرئيس بشدارك الامر ان شاء الله سيد الرئيس عرف فهم الرسالة اللي اللي متاع الشعب اللي هو بداية نهاية المسار متاع 25 جوليا واليوم لابد ان الناس يقول هو قال كلمة واحد اخرى قالتونه ستة ساعة الجميع كلمة دية فرحتنا برشا وخلتنا عنا امل ولا في غدوة خاصة انه كان رافض للحوار كان رافض للمكونات المجتمع المدني كان رافض للحزاب كان رافض للمنظمات وكان رافض للحوار بسيفة عامة ما جاء في الخطاب قد يكون نقلة نوعية قد يكون كما قلت لك سيد الرئيس بشدارك الامر ان شاء الله هنقوله هذا يعني يتدارك الامر يعني انه يقول رانا الشعب راه مخرش نهارة 17 ديسمبر اكثر من 90% من لم يشارك في الانتخابات وهذه رسالة معانتها قرأوها الناس كل في الداخل والخارج اللي الشعب معانتها اقر بنهاية المسار هذي المسار هذي خلينا نقوله اللي احنا فرحنا به الناس كل في 25 جويلة وصفقنا له وكان عنا امال في تونس جديدة الا وان معانتها ما صار حد شيء للأسف الشديد سيد الرئيس عمل استشارة وطنية وحده عمل قانون انتخابي وحده عمل استفتاء وحده عمل انتخابات تشريعية وحده وكانت النتيجة يوم 17 ديسمبر هو عدم خروج الشعب التونسي للانتخابات هذه وارفظها وهذا رفض للمسار هذي وهذا رفض الوضع الاقتصادي والاجتماعي اللي عايشين فيه ان شاء الله تكون لسارة وصلت له مليح ان شاء الله يكون نفهم شعبه اللي هو يقول انا نحبه ويقريب ليه وبش ينكل بكل ما ننكله بالشعب هذي ان شاء الله تكون بش يدرك الأمر بش يطلق بش يقال تونس ستة ساعة لجميع ان شاء الله يعاية للمنظمات الوطنية يعاية للأحزاب يعاية للمجتمع المدني يعاية للشخصيات الوطنية ويقوم بحوار وطني انتم من ظفرين من خلينا من ناس كرهتها الكلمة هذه حوار وطني خطر في شلق بل مش في شلق بل يعني بشي في شلتوا اما يكون حوار وطني على قاعدة الانقاذ الدولة التونسية وعلى قاعدة الوطنية وهذا لازم يكون فيه مسار تشاركي من ناس الكل كما قال ونعود نرجع وقلنا احنا قبل تونس ستة ساعة للجميع الناس الكل نحاولوا ننقضوا هالبلاد هذه نخليوا الحسابات ننقضوا البلاد ثم معانطة لكل حادث حديث الكلام هذا يجي في السياق نجم قوله متصل وهو الاتحاد اتحاد الشغل يقترح او يحكي انه قاعدة بلور في مبادرة ثلاثية مع رابطة حقوق الانسان مع رابطة ومع عمادة المحامين هل تنجم تكون هذه هي فرصة التدارك اللي تحكي عليها نجم تكون الاتحاد معانطة نحبه ونكره الاتحاد يبقى الاتحاد معانطة معانطة وقيمة الاتحاد ودوره ديما في الدولة التونسية وانه ديما وين بيشت منقوله احنا وين بيشتقوله فما مشكلة كبيرة وين فما ازمة كبيرة برشا الا والاتحاد يتدخل بمعية بعض المنظمات الوطنية بما فيهم الاتباء والمحامين وربي تحقق الانسان والاتحاد المطل للمرأة معانطة عنا الحقيقة متعاربة عنا برشا برشا معانطة منظمات تنجم تساعد وتنجم تكون هي معانطة الانتلاقة هذه متع الحوار هذا وتنجم تكون هذو ما يخرجوا معانطة يكون معانطة 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 عندهم دور كبير ياسر معانطة باش الضغط على سيادة الرئيس الحوار موجود هل الحوار يجب ان يكون خارج الاحزاب او من غير الاحزاب بالحقيقة من نجموش حسب تقديري من نجموش نعم الحوار من غير الاحزاب الاحزاب مشاركتش في العشرية السوداء الاخيرة يعني مشاركتش يعني يعني مترشحتش في الانتخابات في ما يسمى العشرية السوداء معانطة قبله ونكلت من الشعب التونسي وكانت السبب هي اللي في البيلون هذي الوضع التعييس اللي سنالوا خطر نحب ننكر الوضع هذي ماهوش اساسا على حركة النهضة هنا النهضة ومن لف لف معانطة خطر الوضع اللي احنا فيه توا مايتحملش مسؤوليته رئيس قيس سعيد هو نتيجة هو جاء الخاهك كان امن انه يبدأ في اصلاحات ويبدأ باصلاحات معانطة جارئة واصلاحات معانطة حقيقية لكن الحق متعربي مريناش حتى بداية لاصلاحات شو كان المانع بعد عام ونص من 25 جويل انه يكون اصلاحات هذي والله يحلى سواء البيض انه نطرحوه معانطة ومفهماش مانع المانع هو الوحيد هو انه السيد الرئيس حتى الجميع فرد سلة وهو هذا الخطأ الكبير وحتى الناس كلهما خوانه ورميهم وطيشهم في البحر وخوانهم الناس الكل ومعانطة واصبح معاش عنده ثيقة حسب حتى منظمة حتى حزب حتى شخصية وطنية ويشوف يروح هو الوحيد اللي قادر على الانقاذ ولكن للاسف نشوفه بعد عام ونص ولا قربة العامين معانطة موصناش مش موصناش احنا كنا نطمح فما قرارات كانت تكون معانطة حينية معانطة بعد خمسة وعشرين وستة وعشرين ما شوفناش حتى شي شوفنا كان نوع من الخطابات المتشنجة كانت تراشق تهم التنكيل بالشعب التونسي الوضع المزري لكن كان ينجم بجرة قلم خلال سيد فاضي عبد الكافي ينحي لك بعض الرخص يمشي للمشاريع المعطلة يمشي يبدأ فاها عندك خنطرت بنزرت وعندك مستشفى القيروان وعندك بقيت بعض المشاريع مثلا لوتروت في كامل الجمهورية معطلة فما رقمانة الإدارة إصلاح منظومة العدالة الجيبائية وما أدرك من العدالة الجيبائية يعني فما كان يبدأ يصلح ما نجموش هي تركة ثقيلة حق المتعربي وما ينجمش يصلح كل شي توفي وقت وجيز لكن على الأقل على الأقل كان يعطينا مؤشر على أقل الحطوة صحي كان يعطينا مؤشر لبداية إصلاحات والإصلاحات هذه ما تنجمش تكون فردية تنجمش تكون فردية معانت إيد واحدة ما تصافقش والبلاد هذه تصغر تصغر بالكفاءات وبالرجال اللي تنجم تبدأ تصلح كان على سيادة الرئيس أنه يعمل مستشارين في الاقتصاد في الأمور الاجتماعية على جميع المستويات ويعاية الناس كل أخير ما ذي تونس كما قال هو مؤخرا تونس ستسعى الجميع يجي كان لزاما أن يسارح في الوضعية الموجودة في البلاد معانت وحنا في وضعية اقتصادية منخرمة المالية العمومية متدهرة عن الأخر معانت الحالة الاجتماعية مزرية واحدة ما نجمش نصلح فما رجالات اقتصاد فما ناس كفاء ناس تفهم في الأمور هذه ناس مختصة في الإدارة ناس في الاقتصاد ناس في الأمور الاجتماعية ناس في الثقافة ناس في الأمور الديبلوماسية البرة معانتها ما أدرك هل تشوف أنه من أولوياته طوال مشاكل والأزمات الاقتصادية والاجتماعية هل من أولويات رئيس الجمهورية كي تسمع تتكلم تحس أنه حاط الوضع الاقتصادي والوضع المالي والوضع الاجتماعي من أولوياته اليوم نحن دي ما نسمع رئيس الجمهورية نسمعه يحكي كان سياسة يحكي انتخابات يحكي مجلس مجلس نواب يحكي شركات أهلية هذا كان نجم نعتبره يتبع ملف الاقتصاد وملف اجتماعي لكن ما نسمعه برشا يحكي على الوضع الاقتصادي على الوضع المالي العمومي اليوم على منخ الاستثمار هذا الكل ما همش كي أنهم والبعض والعديد يقولون ما همش من أولويات الرئيس اليوم بالفعل معنات ما رينيش ولا اجتماع وزاري معناتها يتحدثوا فيه سيد الرئيس ولا سيد الوزراء على المورة اقتصادية على المورة اجتماعية على اصلاحات حقيقية ما فماش هذا فيه خطاباته وناس كل تسمع وناس كل تشوف معناتها في الداخل والخارج اللي سيد الرئيس وين يخرج يعايد قدام وزير ويبدأ يسيب معناتها في المعارضة ولا يتمني عليهم وسمحوني في الكلمة ولا يتهم فيهم وتراشق التهم ويتهدد ويتوعد ما نشوشك احنا طلبنا منك سيد الرئيس بعد 25 جوينة قلنا لك يعطيك الصحف اللي عملته لكن اليوم لازل لابد ان معناتها بيش تحاسب العباد كل من اخطأ في البلاد هذه يزموا يتحاسب وكل من اجرم في حق الشعب هذا وحق الدولة التونسية انه يتعاقب بالقضاء بين سيروا بالتروق القانونية ثم نمر الى الاصلاحات خطر ما نجموز زادة باش ناخد احيات عمرنا واحنا نتساب ونتراشقوا في التهم لا بد من وضع يجي نهار ونضع حد لحكاية هذه خطر احنا معناش كان امور سواء كانت المسالحة ولا كانت المحاسبة عندنا الامور اقتصادية سيادة الرئيس هل الدوسي هذا يغيب عليه بتاتا ما ليناش حتى نهار معنط عاية الخبارة اقتصاديين ولا وزير الاقتصاد ويحكينا على المالية العمومية ويحكينا على المنوال الترمي والاقديم اللي ما عادش النجمونا عاشو به هذا يطع الستينات والسبعينات والثمانينات اليوم لابد من المنوال اقتصادي جديد من الاجتماعي جديد من الاضحكي من طرب Level جديد وكالزم حتى منوال ثقافي اليوم منوال منوال وعنش مع الفين وtwين وعشرين ومفين وثان وعشرين لابد أن سيد الرئيس يعطي أهمية كبرى للوضع الاقتصادي في البلاد ولموضوع الاقتصاد اليوم نرى القانون المالية كيف يخرج ومعن تلقى رفض كبير من الجميع من أكثر من 90% من الحزاب ومن المجتمع المدني ومن الشخصيات الوطنية ومن الجمعيات ومنظمات مهدي حماوي النشط السياسي بش نسلك على المعارضوين من هذا الكل دور المعارضة هل قاعدة تلعب في دورها كما يجب وخليني نربط هذا بالإعلان الأخير لكل من ائتلاف صمود وحزب المسار الديمقراطي والاجتماعي والحزب الاشتراكي اللي أعلنوا أنهم انتلقوا في مشاورات مفتوحة والعلمال على توحيد الصف الوطني الاجتماعي الديمقراطي عن طريق حوار جدي ومسؤول بين مختلف المكونات المتاع لتأسيس بديل جمهوري للإنقاذ دون العودة لمنظومتين مقابل 25 جولي 2021 وحتى في البيان بتاعهم طالبوا حتى بإلغاء نتائج الدور الأول للانتخابات التشريعية 17 ديسمبر 2022 وإيقاف العملية الانتخابية برمتها للأسف اليوم المعارضة في تونس متشدة وهذه مع أنت ما هوش متخبة عن ناس كل ناس كل تعرف إلي المعارضة اليوم معيش متوحدة لو كان جات المعارضة اليوم متوحدة ويد واحدة وفرد كلمة وعندها زعيم مع أنتها خلينا نخول وعندها زعامات ما هوش زعيم خاطر ديما المشكلة في الزعيم ما احنا في البلاد هذه ما نتصورش كان الرئيس قيس سعيد يمشي واحده هكاكا في اثنية واحدة وفي ديركسيون واحدة ومخلينا سكل وراء لو كان جاء يعرف اللي المعارضة قوية راه ما يوصلش بنا اللي وصلنا اليوم المعارضة ديما تعمل في مع أنتها مع أنتها تحب في حوار وطني خمسة ستة أحزاب اللي هما سحاب وحبيبات خلينا نقول الشي مش متخبي إيش نعمل حوار وثلاثة أربعة خمسة أحزاب واحد أخرين كيف كيف ثلاثة أربعة خمسة لا الوضع على اليوم لا الوضع على اليوم يلزموا الناس كل تتلم فرطاولة الناس كل فرطاولة تقول ليش كون كل من الأحزاب كل خلف اللي ما شاركوش في العشرية السوداء ولا اللي يديهم ما تلتخدش بالدماء ولا ما ما سفروش مع أنتها الشعب التونسي وإولادنا لسوريا والجهاد النكاح وغيره 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 بقية الأحزاب يعني تشوف أنه الأحزاب والمعارضة عندها بلاستها في الحوار اليوم لا شير لا تنجمش في أي ديمقراطية في العالم أنك تبني دولة وتبني ديمقراطية جديدة ما غير أحزاب لا تنجمش صحيح الأحزاب منها مش شقوية المسؤولين منها مش شقوين فما بعض الأحزاب لم يراجعتش رواحها فما بعض الأحزاب ما عندهاش أدبيات فما أحزاب لا عندها برامج لا اقتصادية لا اجتماعية لا سياسية ولا غير ويتلعلك في البلاتويت وموجودين هذو ما بكثرة ويبدأوا ينظرون وينظرون هو تلقى مع أنت للأسف شديد مع أنت وراها أربع خمسة من الناس خلنا ننخوره فمتوا يبوي السياح وعيات من هنا وتهريج فمتوا عنا زوز ثلاثة أربع أحزاب كبار موجودين عنا الدستوري الحر عنا أفاق تونس عنا بعض الأحزاب ثلاثة أربع أحزاب هذو ما معلل معلل مكونات المجتمع المدني ومعلل المنظمات الوطنية ينجموا يكونوا قوة اقتراح هنا ينجموا يأخذوا على الطاولة ويحكيوا وكما قلت بكري يعملوا حوار مع بعضهم على قاعد الوطنية نعاود ونقول الكلمة وعلى قاعد إنقاذ الدولة التونسية وبدون حسابات وما غير حد شيء ويترحوا ويترحوا الحوار هذا على سيد الرئيس فمش حتى حل واحد آخر غير هذين هما متشتين وهم مش معانتا متكتين مبعضهم وكل حد بش يخدم واحده أول حاجة سيد الرئيس معانتا أسمح معاش عنده ثقة فيهم هذوما للأسف الشديد واثنيين من ناحية هذوما ما ينجموش يكونوا قوة ضغط في البلاد هذية ذوك بش ترسينا بش ينكملوا في نفس المسار هذي ويا خيبة ويا خيبة المسعة أنا نشوف لابد من الأحزاب هذي أن تتكتل يوم وتخوض مبعضها على الطاولة وسيد الرئيس لابد أن يسمع الأحزاب هذية ويسمع المنظمات ويسمع وما فيش حتى مشكلة زيادة وراه الاعتذار من شيئ من الكبار والسياسي الكبار اليوم سيد الرئيس فماش مش هكي يخرج ويعمل خطاب مغاني متشنش وخطاب معاقلا وخطاب معانته هادة ويقول راهو الشعب بظلمنا الشعب هذي ما عطينا ش حقه الشعب هذي يخرج نهار 17 ديسمبر بسكيتو وقال راني وأصبحت غاية معانته منيش راضي على المسار هذي أي جهة والناس الكل نخدهم مع بعضنا ونحكيه ونشوفه يلغي الانتخابات هذية يدعو إلى انتخابات رئاسية واحدة أخرى يعمل خاصة حكومة جديدة حكومة تسميها اللي تحبها حكومة طوارئ حكومة حرب حكومة اقتصادية لابد أن تكون حكومة اليوم جديدة صغيرة من 15 مزير ما تفوتش 16 مزير هنا ويكون الدوسي متاع حلول الأخير هو الأمور الاقتصادية وإنقاذ المالية العمومية شكرا لك مهدي حماوي نشت سياسي نشكرك برس شكرا لك على حضورك معنا وعلى كل ما آفتنا